أعمار التي أفنيت في خدمة الإسلام وفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه نمذش فريدة وعالية كيف يمكن ونحن في زماننا هذا أن نتعلم هذا الدرس ونطبقه في حياتنا قضاء النحب ده إزاي ننشغل به ونبأ الإنسان حياته مسخرة ودايما باله مجغول بأنه ينتظر دايما الفرصة لخدمة هذا الدرس يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ويقول إن امرأة دخلت الجنة في كلب سقته هذه قدمت عمل هو العمل ده لابد أن يكون صلاة عبادة دفعك عن الناس خدمتك للناس حرسك على الناس نصحك للناس تقديمك الخير للناس حرسك على الرقي بالناس دعوتك للناس كل ده قضاء نحب كل الدجال نقض فيها نحبنا قيامك لله بليل صداقتك أنت صدقت في وقت حاجة للصدقة في وقت حاجة للصدقة بل يبدأ يقول فلقتح من العقبة وما أدرك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة تطعم يتيم أو مسكين أو قريب في وقت شدة وأنت في أمس الحاجة للصدقة التي تصدقت به ولما سئل عن خير الصدقة قال أن تنفق وأنت صحيح شحية ترجو الغنة وتخشى الفقر مع شدة الحاجة ترتفع الدرجات وتعلو يعلو القضاء فقال ترجمة نانسي قنقر